منقلبون على الدولة مختطفون لمؤسساتها يحاكمون مختطفين بتهم كيدية تلك هي قصة المحاكم في صنعاء قصة تحمل في طياتها مهازل قضاء معتقل ومعاناة أبرياء وقعوا ضحية وشاية كاذبة أو تهمة مزيفة نتعرض للتعذيب نجرد من الملابس نرغم على شرب مياه المجاري يحكي يوسف البواب بحرقة واحدة من قصص تعذيبه داخل سجن الأمن السياسي والبواب أستاذ جامعي وواحد من ستة وثلاثين مختطفا في زنازين الانقلاب تحدث أيضا عن قصة أخرى تعرض فيها مختطف آخر لفشل كلوي نتيجة التعذيب لم يعد هناك فرق بين السجن والمحاكم في عهد الانقلاب نحن في سجن ولسنا أمام محاكمة يقول أحد المعتقلين واصفا جلسة المحكمة الجزائية التي عقدت لمحاكمة ستة وثلاثين مختطفا الجلسة التي خرجت بقرار الحكم بالإعدام على عدد منهم مصادر حقوقية أكدت رفض قاضي المحكمة دخول أمهات المختطفين قاعة المحكمة وتم تهديدهن بالسحبة وافدت تلك المصادر قيام القاضي بمنع تدوين حتى شكاوى تعديد محام المختطفين الذين لم يتم الاستجابة لاعتراضاتهم القانونية طلبوا نقل المختطفين من سجن الأمن السياسي إلى السجن المركزي مؤكدين أنه معتقل غير قانوني وأن موكليهم يمنعون من حق التواصل معهم أو مع أقاربهم معتقلون أبرياء مختطفون في الحقيقة يتاح لهم الانتقال من السجن إلى المحكمة ولا يجدون أي فرق بين الصياط الجلادي وعمامة القاضي سجن ومحكمة ووجه واحد هو التعذيب ولا أحد منهما وفق القوانين المعمولة قانوني واختصاصي اشتركوا في القناة